في خبرنا الأخير أعطال العربيات المفاجئة بتسبب أزمات كبيرة زي ما احنا عارفين في الشوارع من هنا جات فكرة ميكا مان ميكا مان ده أول تطبيق مصري لتصديح السيارات دي فكرة جديدة ما كانتش حاسق أحدا بتتقابلك ده خلونا نتعرف أكتر عن تفاصيل الفكرة والتطبيق ده فكرة ميكا مان هي جات لنا من المشاكل الناس بتعاني منها لما تيجي تصلح العربية فعادة أي حد بيجي تصلح العربية بتوجه مشكلة أنه هو لازم يضطر أنه ياخد أجازة أو يفضي وقته ويروح يصلح العربية بنفسه فكرنا فكرة إزاي ممكن نسهل الموضوع ده على الناس ومسلا البيان برضو بيوجه مشكلة كبيرة جدا أن هما إزاي يوقفوا عند الميكانيكية يروح وجيبوا قطع غيار وكلام من ده فضيه طبعا مشكلة كبيرة جدا وكاننا إزاي نسهل الموضوع ده على الناس نوفر لهم وقتهم ومجهودهم وكمان إيه اللي في الخبرة مثلا بتاعت السيداتنا بيجوا مثلا يروح يصلحوا العربية فقولنا أحسن فكرة أنه إحنا نفكر في حاجة زي فكرة نيه كمان أبليكيشن بتقدر تعمل من عليها أوردل بيجي لك حد لغاية عندك يستلم العربية يوديها المركز سيانة محترف يصلح فيها العربية ما ليه رجع هارك لغاية عندك ما غير ما تمزل أي مجهود أنا مش فاضي أصلح عربية يبقى لي فترة ومعنديش وقت اللي أنا أقف عند الميكانيكية والكلام ده كله الأبليكيشن وفر لي كل الكلام ده في ساعات معدودة يعني جاءت الناس خدت العربية من تحت البيت وخدوها وصلحوها ورجعوها تحت البيت وكنت متطمن عليها كمان لأن أنا باخد من عندهم وثيقة قانونية بيتضمن لي حق العربية أنت بمتيجي تعمل أوردر أنت بيجيلك كابتن من فريق ما كمان بيجي استلم العربية وهو برضه بيبقى عنده خلفية فنية بيقدر يعني فحص مبدئي للعربية بيقدر يشوف العربية فيها إيه علشان بعدها بيقيم الموضوع بيقولك إصلاحات المبدئية المتوقعة بتبقى قد كذا وبتسيب عربون مبدئي وبعدين بعدها بنروح نصالح العربية وفي الآخر خالص بيجي لك الفاتورة النهائية وإن هو بقى في بيته أنا بروح له لحد البيت بستلم منه العربية أفهم منه مشكلة العربية هو بيشتكي من إيه بالزبط بعمله كل السيانة في العربية وهو قاعد في بيته أخلى السيانة العربية وأنا بقى عمل السيانة بيتابعه أول بأول لحظة بلحظة أي قرار بأخذه برجع له فيه قبل ما أخذ القرار العميل بيوافع القرارات اللي حنا بناخدها بنتمم شغلنا بحطه في الصورة في كل حاجة وكل حركة حبابة نعملها في ميكامان العميل رضاءه عن العملية كلها هو أولى أولوياتنا خدمة ميكامان بتغطي تلت حاجات إصلاح العريات السيانات والحاجات دي شير القطعة تغيار يعني أنت دلوقتي أنت مش عايش تشير القطعة تغيار فهنا هممكن منجيب لقطعة تغيار أو حالات الحوابس بلاي دا هم نعمل مؤيسة كاملة للموضوع لغاية طبعا من سيانة العربية تاني زي ما تكون جديد شغالين في الكوري والياباني والسيارات الألمانية عندنا أهم أجهزة كشف الأعطال عن سيانة السيارات وتجديد السيارات وأولوياتنا الوحيدة أن إحنا إرضاء العميل يعني مسؤولين عن قطعة الغيار اللي بنركبها ولو فيها أي مشكلة بعدما العميل بيجرب بترجع تاني للعميل لأن أهم حاجة عندنا هي راحة العميل إحنا منغطي كذا حالة لحالة مثلا أولانية أنت عايز تعمل سيانة دورية العربية فأنت مثلا عندك سيانة الأربعين ألف لخمسين ألف وتفر فأنت عندك سيانة دورية أو أنت عندك عطل معين في العربية وحاصل وإنت عايز تصلحه أو أنت دلوقتي مثلا عربية لقدر الله عملت حادثة فبنوفر لك وإنشو بنيجي لأخذ العربية فده الحالة هنا نتعامل فيها يعني نبعث لك حد لأخذ العربية ووديها تصلح بتعاقد رسمي قانوني بيضمنوا حقوقه في خلال ما الفترة ما إحنا شغالين في سيانة السيارة أي مشكلة قانونية أو جنائية على شركة ميكامام في التوقيت اللي بمسلم في السيارة لحد ما نسلم في السيارة للعمل كمان إحنا حاليا نغطي قاهرة بس والبلان الجاي نحن نغطي سكندرية وحاليا كمان فيه انبسترز بيفكروا معنا في الموضوع اللي إحنا إزاي نأكسباند ونوصل للموضوع كمان في دبي اشتركوا في القناة